تجار المواشي في البحرين والأبقار لتلبية احتياجات السوق فيما يتأهب تجار الماشية على زيادة إقبال شراء أضاحي العيد من قبل المضحين خلال الفترة الراهنة تزامنا مع دخول عيد الأضحى وهو ما يجعل توزيع اللحوم بين الناس هو الحدث الأبرز في ساعات صباح العيد الأولى متجهزين حق عيد الأضحى الأضاحي تنذبح يوم العيد والمكسب مستعد بكل شيء وعندنا التوصيل موجود وفي نفس الوقت عندنا الحلال العربي موجود نعيمي وعندنا الصومالي من التيس وخاروف هي سعر النضحية تكلفت اليوم تكلفة الحيوات التي توصل لك تختلف عن قبل الأيام العادية يرتفع أسعارها في شراءها في الدول التي تصدر منها وفي نفس الوقت الشحن ما لا يكلف هذا وأكل التجار على توافر الأضاحي بمختلف أنواعها لافتين إلى أن هناك ثبات في الأسعار تقارب أسعار العام الماضي استوردنا من الصومال عن طريق عمان تقريبا 4500 مدراس من الأردن أربع خمس دفعات سيارات من السعودية دفعتين الحمد لله وعندنا اليوم بعد شحنه من الأردن أسعارهم من 110 إلى 200 دينار النعيم السعودي من 200 دينار الأردني من 110 إلى 150 دينار الصومالي من 60 إلى 75 يتراوحين على حسب الوزن حسب الجودة رغابة بيطرية على المواشي منذ دخولها وحتى يوم نحرها حيث يحرص الأطباء الوقوف على تعريف المشتري الأضاحي وإرشادهم لعدم تعرضهم لحالات القش في ظل زيادة الإقبال على شراء الأضاحي اللون المميز للزبيحة السليمة اللون الوردي الزاهي هذا اللون المميز أي لون تاني خلافة للألوان دي يعتبر الزبيحة فيها مرض أثناء الطلوع الأحشاء بنلاحظ لشكل الأحشاء إذا كانت فيها احتغانات أو بعض الأمراض التي تدلع لأمراض الديدان أمراض البكتيرية المعروفة وبنلاحظ لون الكبد لازم لون الكبد يكون اللون البني القهوائي يعني اللون البني الداكن لا معنى لعيد الأضحى دون أضحية فالتغالي دول أعراف ارتبطت بعيد الأضحى فلا تتنازل القالبية العظمى من المسلمين وخاصة الأسر في مملكة البحرين عن أضحية العيد ليتحول يوم الذبح إلى مهرجان للفرح الجماعي كما أنها تعزيزا لحالة المحبة والسلام والتلاحم بين الأهالي والمجتمع من هذا المكان تختلف أسعار الأضحى على أساس النشأة والوزن والشكل لتكون المحوى الرئيس لأسعار الأضحى في فترة العيد طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر